خلينا نروح مع حضرتك في قراءة وفية لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر أمس يمكن زي ما كان من الكلمة منتكلم هو موقف ثابت وراسخ وقوي الحقيقة وداعم لأشقائنا في قطاع غزة ويمكن بيجي استكمالا كمان للدور المصري والموقف المصري منذ اليوم الأول لهذه الحرب الغشبة كنت أكيد كلمة الرئيس المصري بعيدا عن الكلمات المنمقة واللي كان بيتكلم فيها بشكل واضح أن العالم وخاصة المدنيين داخل قطاع غزة لا ينتظرون عن يخرج هذا المؤتمر بمجموعة من الكلمات المنمقة أو مجموعة من التصريحات الغير قابلة للتنفيذ على الأرض الواقع كلمة الرئيس المصري تكلمت في مجموعة من النقاط المحددة وحطت أجندة وخارطة طريق لعملية الإغاثة الإنسانية داخل القطاع والمطالب المطلوبة بشكل واضح كلمة الرئيس تكلمت بشكل واضح عن أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدوره في إجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بقرارات الأممية سواء القرار رقم 27 35 الصادر بتاريخ 10 يونيو أو القرارات كمان اللي صادرت تدائم اليوم الأول نحن نتكلم النهاردة 250 يوم على هذه المجزرة الوحشية التي لم يشهد العالم مثلها من قبل شايفين النهاردة آلاف من الضحايا ما بين شهداء وما بين جرحة عندنا كل التصريحات الأممية بتتكلم عن أن في معاناة كاملة بيعانيها ما يقرب من 2 مليون مدني منهم 500 ألف طفل داخل القطاع كلمة الرئيس تكلمت عن ضرورة الالتزام بالقرار بوقف فوري لإطلاق النار ضرورة استمرار الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة بالأونروا وكيف يمكن العمل على استمرار تقديم هذا الدعم باعتبرها واحدة من الآليات الأممية التي تم الاتفاق عليها منذ عام 1949 إن إزاي أن أنت واحدة من أهم الآليات التي تستخدم في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين اللي موجودين على أرضهم داخل الأراضي المحتلة إزاي نقالية زي كده بيتم تصفيتها وعندنا دلوقتي عدد الضحايا الموجود منها يزيد عن 192 عامل من عمال الأغاثة الإنسانية بالأضافة 135 طفل من الأطفال فكرة كلها كلمة الرئيس كانت بتتكلم بنقاط وضحة وضرورة وقف إطلاق فوري لإطلاق النار وضع خارطة طريق لعملية دخول المساعدات وضمان وصلها لمستحقيها لأن إحنا منذ اليوم الأول بنتكلم من 7 أكتوبر مصر خدت على عطقها أهمية العمل على دخول وإيصال المساعدات ليس فقط عبر معبر رفحة بري اللي هو أصلا مخصص للأفراد وليس للبضاء أو المساعدات ولكن عبر إلزام المجتمع الدولي بضرورة إجبار سلطات الاحتلال على ضمان دخول المساعدات